سؤالي الأول لك مبارح امبسطنا بالقرعة قرعة تصفيات كاس الأمم الأفريقية حسنا المنتخبات في المتناول الحاجات دي أنا فاهم أنه ما بقاش يعني مش هي الحاجة المعقدة أنه حنصعد لكاس الأمم الأفريقية بس معلش ما إحنا دايما الجملة الشهيرة أنه ما فيش بقى منتخب صغير دلوقتي ومنتخبات كلها قوية وبالتالي نقلق ولا ما نقلقش ومعاك تلت منتخبات شاركوا في النسخة الأخيرة من كاس الأمم يعني المجموعة كلها كانت موجودة في الكاميرون 2021 فطبعا يعني هنيجي نقول أن آه منتخب مصر كبير ومنتخب مصر بطل البطولة وصحاب الرقام القياسي والتاريخ كل ده كلام كويس جدا بس في الواقع أن كل المنتخبات دي هتبع عايزة تشارك تاني لأنها شاركت قبل كده يعني اللي شارك هيبقى عايزة حافظ على تواجده ومشاركته مش بعيدة يعني مش حاجة مثلا أنه انت بيفكروا بيها الجيل الجديد ويقولوا المجامعة ده احنا شاركنا من 30 و40 سنة زي ما كنا متعودين المجموعات اللي احنا بنشارك فيها كانت بتبقى بالشكل ده لكن لا ده ناس اللعيبة دي هي نفسها شاركت في البطولة الأخيرة صحة وفي منهم كمان حق نتائج كويسة جدا يعني ملاوي على سبيل المثال هي ما تأهلتش لكن في النهاية عملت بطولة كويسة يعني في مرحلة المجموعات اتعدلت مع السنغال خسرت من غينيا نفسها غينيا كتت موجودة مع السنغال ومع ملاوي في المجموع وغينيا كسبت واحد سفر بس بصعوبة يعني هتلاقي مستويات مش بعيدة ما بينهم ما فيش مطش تقول عليه من دلوقتي كده على الورق ده مضمون بالضبط لأ انت بتتكلم ان هيتأهل المتصدر والوصيف ففكرة يعني ان الوصيف يتأهل دي وخصوصا ان التلت فرق مستوياتهم متقربة هتخلي المنافسة ما بينهم على نار وعلى أشدها فانت هنا المفترض يعني الكلام المنطقي ان احنا بنقول ان منتخب مصر يجيب تسع نقط على أرضه لان المباراة برا أرضك مش هتبقى سهلة واكبر مثال عليك كده أسيوبيا احنا دايما بنعاني مع أسيوبيا في اللعب هناك بسبب نقص الأكسوجين دايما الفرق المصري بالضبط دايما منتخب مصر والفرق المصري اللي بتروح تلعب هناك يرجع يقولوا ده احنا ما كناش عارفين نتنفس فده مطش هيبقى صعب عليك فطبعا المطشات اللي زي دي انت عايز بقى تريح نفسك وتريح دماغك بدري بدري وكمان كان لك عبرة في التصفيات الأخيرة ان انت تعادلت مع جزر الكمر وتعادلت مع كينيا على ملعبك فتأخر تأهلك فتأخر تصنيفك دي كلها حاجات بقى عايزين نخلص منها فعلى الورق اعتقد ان ان شاء الله هي فرصة قويسة جدا ان كابتن إيهاب جلالي يكتسب فقط الجمهور المصري وانه يقدم نفسه كراجل هو القادر على تولي قيادة مندخب مصري ان المجموعة ممعكش منتخب كبير ممعكش منتخب صعب ممعكش منتخب نقدر نقول ان هو هيرخم عليك وحينفسك ند بند